الله يعطيكو الفعات يا رب طبعا اليوم بنحل الواجب ونبلش بالموضوع جديد طبعا الواجب اغلبه كان غلطة في اولوية غلطة في اشارة في خربة الدنيا طلب هاي اول سؤال اول شيء اولوية لمن اولوية للقسمة عندي قسمة لا في اقواص ولا في اسس فبدأجي مشي القسمة باخد الموجب ثلاث شرتها مع الثلاث طب السالب ستة رح نزلها والسالب واحد رح نزلها لما اقسم موجب عموجب تحكي ليش سالم موجب عادي بتضل موجب ما في اي مشكلة تلاتة تقسيم تلات تلات تقسيم تلات واحد حلو زي ما حكيت لك مدام صفة جمع وطرح كله في عندك طريقتين اما بتمشي من الشمال واما بتقير تحكي موجب واحد وسالب واحد طارب كيف ما فينا طب تعال سالب ستة وموجب واحد مختلفات بطرح وشارك الكبير تعطيني سالب خمسة ناقص واحد متشابهات بالاشارة بجمع والاشارة نفسها اذا جوابي سالب ستة طالب ايجا قللي موجب واحد وسالب واحد صفر بضل سالب ستة نفس الجواب يعني ما رح يكون جواب ثاني طيب كمان مثال هون عندي موجب وهون عندي ايش ضرب لو لو اينا مين للضرب احنا بالضرب برجعه بعيد نضرب بسط ببسط مقام بمقام اوه اكتوحيد لي مقام في الضرب طب السادة السالب سبع نزلها بزائد يلا تنين ضرب خمسة عشرة اربعة ضرب واحد اربعة هل انا بقدر اطرح او اجمع والمقامات مش موحدة لا اذا لازم اوحد مقام يا بضرب ضرب تبادلي يا اما باجي بضرب هنا باربعة وبضرب هنا باربعة ليش انو اخدناها بالتأسيس القبل مين المقام الصغير الواحد الواحد اضربها بقدي عشان تصير اربعة باربعة اربعة ضرب سالب سبعة سالب تمانية وعشرين نعلى اربعة ضرب واحد اربعة زائد عشر على اربعة قلنا دايما بالجمع والطرح المقام بنزل زي ما هو مختلفات صح اه بطرح وباخد اشارة الكبير الجواب سالب طمانتاش لا تركها لا داك تبسطها يلا بسطها حس الجواب اكيد سالب لانه سالب على موجب سالب حس حبايبي الطمانتاش عبارة عن تسعة ضرب اتنين صح والاربعة عبارة عن اتنين ضرب اتنين فتنين من فوق وتنين من تحت شو ضل عندي بابسط صورة تسعة على اتنين اذا الجواب النهائي اللي هو سالب تسعة على اتنين شوف مثال او سؤال رقم تلاتة بالواجب مدام شوفت قوس خلص شغلي على القوس بس اهم اشي بنزل اربعة ناقص خمسة شو فيه بناتهم ضرب تعني اشتغل جوا القوس جوا القوس بابلش من الشمال لانه هانا عندي جمع طريح فباخد الاولوية من الشمال اتنين ناقص ثلاث اتنين ناقص ثلاث بطرحه شارك كبير سالب واحد زائد واحد اولوية للقوس اربعة ناقص خمسة ضرب طلع بنزل اللي ما بديه نزله سالب واحد زائد واحد مختلفات بطرح خلص اطرح واحد ناقص واحد صفر طب شانا اعطيتك في التأسيس اي اشي بالدنيا اذا انضرب بصفر شو بعطيني صفر اه خلص بروح شو ضل اربعة ما هو سالب خمسة ضرب صفر صفر يعني استاذ رح تصير اربعة ناقص صفر طب احنا قلنا بالناقص وزائد صفر حكي فاضي ولكن بالضرب اذا ضربت اشي بصفر صفر حلو عجبتني كمان واحد لو لو اينا القوس معناة اللي برا القوس نزل لي ستة ضرب اثنين ناقص اثنين شو فيه بين الاثنين والقوس ما فيش يعني ضرب جوا القوس لو لو اينا مين لا ضرب فبدي اجي اضرب اربعة ناقص ثلاثة ضرب اثنين ستة حلو لو لو اينا مين لسه لا القوس متى بشين القوس انا لما يصف عندي رقم واحد اما طالما عندي رقمين بينهم عملية حسابية ما بشين القوس ياب 6 ضرب 2 ناقص 2 ضرب 4 ناقص 6 مختلفات بطرح وشارك الكبير تعطيني سالب 2 لو لو ايه الى مين للضرب هسه طلع بدي اضرب السالب 6 باتنين وهن في ضرب بين مين ومين بين السالب 2 والسالب 2 فبدي اضرب عادي باضرب هدول وباضرب هدول لما تضرب 6 ضرب 2 12 طيب بالضرب بسالب ضرب سالب موجب واتنين ضرب اتنين اربعة صف عندي اخر شيء 12 زائد اربعة اللي هي 16 اذا جواب النهائي اللي هو 16 ضل عنا ثلاث السالة خلينا نشوفه يلا لو لو ايه الى مين للقص واحد عا اتنين ضرب رح تقول لي عادي اختبت ماشي هاي وماشي هاي كمان ماشي بس انت لسه بتتأسس قهات حبة حبة واحد عا اتنين ضرب خمسة على اتنين ناقص لو لو ايه الى القص خمسة ناقص واحد خمسة ناقص اربعة خمسة ناقص من اربعة واحد طيب لو لو ايه الى مين للضرب احنا بتضرب بسط بسط مقام بمقام واحد ضرب خمسة خمسة على اتنين ضرب اتنين اربعة ناقص واحد بقدر اطرح او اجمع لانو بينهم طريح ما بقدر الا واحد مقام باجي بحكي اضرب المقام الصغير الواحد اضربها بقدي باربعة وفوق باربعة صفة عندي خمسة على اربعة نزلها ناقص واحد ضرب اربعة اربعة على اربعة المقام بنجمع والطرح بنزل زي ما هو خمسة ناقص اربعة اللي هي واحد اذا جواب النهائي اللي هو ربع السؤال اللي بعده ركز باقي لو لو ايه الى مين للضرب فبتنزل ثلاثة زائد وبتنزل الناقص اثنين هدول ما دخل اكتير احنا بتضرب بالجاو بعيد بسط ببسط مقام بمقام بس انا حكيت لك شغلة يا رب تكون متذكرة يا رب حكيت لك شغلة انو انا بقدر بتضرب اختصر لقبال بعض انا بقدر احكي خمسة مع خمسة بتروح فالطالب نيسي هاي المعلومة قالك لأ انا ما خلص بتذكر شغلة واحدة شغلتين ما بتذكر اثنين ضرب خمسة وخمسة في واحد تقوله ماش اثنين ضرب خمسة عشرة وخمسة ضرب واحد خمسة طب سؤال بالله عليك مش عشرة تقسيم خمسة تعطيني اثنين اه صح فصفة نفس القصة حلو زي ما حكيت صفة جمع وطرح بتقدر يا تحكي موجب اثنين مع سالب اثنين يا ابن الشمال يلا تلاتة زائد اثنين خمسة ناقص اثنين نزلت الناقص اثنين خمسة ناقص اثنين اللي هي ثلاث اخر سؤال بالواجب عشان نبلش بالموضوع الجديد لو لو هي لمين للضرب السالب تبنية بتنزل زائد وبتنزل الناقص ثلاث مكانها زي ما حكيت بسط ببسط مقام بمقام خمسة باثنين عشرة واحد في ثلاث ثلاث بيجي طالب طبل بيقولك ثلاث بعد ثلاث بتروح بتقوله طب ليه بيقولك شو اتا حكيتلي انه ثلاث مع ثلاث بتروح قلتلك متى يا طبل بس لما يكون بينهم ايش ضرب مش طرح اه صح طيب هس باجي بحتي صف عندي الموضوع انه عندي كسر هون صح مية بالمية بقدر اني اجئ واحد مقام وفي شي اسهل دايما لما يصفي جمع وطرح خد الارقام الصحيحة عشان ما توحد مرتين مين الارقام الصحيحة سالب ثمانية وسالب ثلاث طب سالب هاي نزلها نزلها هذا مثلا ما يصفي الاولويات كلها زي ما هي جمع وطرح بدل ما اقعد اوحد هاي مع هاي بعدين هاي مع هاي قصة فباخد الاعداد الصحيحة سالب ثمانية وسالب ثلاث سالب احد عشر حلو لانهم متشابهات فجمعتوا الاشارة نفسها هس بواحد مقام يلا باجي بحكي الواحد بدي اضربها بقدي عشان تصير ثلاث 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 ثلاثة ضرب سالب احداش سالب ثلاث وثلاثين لانه موجب بسالب سالب وثلاثة بواحد ثلاث زائد عشرة ثلاث سالب ثلاث ثلاثين زائد عشرة مختلفات بطرح وشارة الكبير تعطيني سالب ثلاثة وعشرين على ثلاث بس طلع وركز مين اجي طالب قيل لك بدي اوحد مقام هون وبعدين الجواب بدي اوحده مقام رح يطلع معه نفس الجواب يعني ما رح يختلف ولا اشي هاي هي موضوع العلويات زي ما حكيت موضوع سهل بس لازم تكون عارفه نبلش بيها موضوع بالله عليك فتحني مخك وركز معي منك خلينا شوف طيب نبلش بموضوع المتغيرات كيف اجمع المتغيرات اطرحها طيب كيف اضربها واخسمها لانه اكثر اشي رح يغلبك ورح ضلك تخربط فيه فعشان هيك بدك تكون هسه يعني كل التركيز موجود معك وتميز متى اعمل هيك ومتى اعمل هيك هم شغلتين طيب اول شي بدي اعرف لما يجيني خمسة ان اربع اكس تربيع ثلاثة واي تاكيب طلع وركز مين حبايب الخمسة لما يلزق بمتغير هذا الان نسميه متغير الحرف نسميه هذا متغير لما الرقم يلزق فيه نسميه معامل ان طب كان خمسة يزن معامل يزن خمسة عبدالله معامل عبدالله وهكذا طيب نفس الاشي الاكس تربيع بغض النظر هي اكس عليها اوس او لا انا بعرف ان الاكس بسميها اساس بعرف والله لعظيم بس احنا هون بدنا نحل هي اساس وبرضه شو بسميها الاكس متغير الاربعة لانها لزقت فيها بسميها معامل اكس تربيع حلو طب الواي تكعيب بسميه متغير الرقم اللي لزق فيه التلات معامل واي تكعيب طب جبتلك ياهي مين زائد ار اوس خمسة هسا الار اوس خمسة بسميها متغير بس دير بالك طبعا احنا لقدام مرات فحصلوا ثوابت اتنين انديش ادخل في الموضوع كتير الى وقت تفرجوا رحمة الاثنين تعتبر معامل ار لا استاذ هاي بسميه حد ثابت لحاله لما يجيك رقم لحاله لحاله لانه هون مفصول بزائد يعني هاي لحال وهاي لحاله الاثنين ما ما حايش بسميها حد ثابت اما لما يجيك حرف بسميه متغير طب هون شو الرقم اللي لزق بار ما في رقم شو يعني ما في رقم يعني واحد اذا معامل الار واحد طيب قسمتلكو اياها لمجموعة حاله اول اشي بنبلش بالجمع واطرح بالحصة هاي الحصة الجاي من اوخذ الضرب والقسمة دايما حبايا لما بتكون تجمعوا او تطرحوا متغيرا دايما لما يكون عندي اكساب اكساب بدي اجمع واطرح لهم شروط يعني متى بقدر اجمع واطرح اول شر تشابه المتغير تشابه الحرف من الاخر يعني لازم الحرف يكون شو ما له متشابه يعني ما بصير اجمع اكس وواي ما بصير اجمع اكس وار لازم يكون الاساس او المتغير شو ما له اكس و اكس واي واي من نفس العينة طيب الشغلة الثانية والشرط الثاني لازم الاسس تكون متشابهة يعني ما بصير انا بحكي طبعا برجعوا بين بحكي جمع وطرح لما يكون بين المتغيرين او طرف متغيرات جمع او طرح لازم يكون من نفس علت الحرف يعني XX ولازم يكون نفس القص يعني ما بصر أجمع X تربيع وX قوة 5 ما بصر أجمع Y تربيع وY السبعة لازم الأساس كامل مع القص يكون متشابه طيب إذا تحققوا الشرطين هدول دايماً الـX أو المتغير ما بعرف إنت شو أريح لك بالتسمين أو الأساس بنزل زي ما هو إذا تحققوا الشرطين دايماً الحرف أو المتغير واسم في مكاب بيثال بنزل زي ما هو وبشتغل بالمعاملات بس انت إلك بالمعامل كيف يعني تعال نشوف هاي أول شي جاني سؤال شو في بين المتغيرين جمع معناته أنا في حالتي الجمع والطرح بهمني لازم أحقق الشروط هل متغير نفسه يعني هل الحرف نفسه أوسر XX بغض النظر المعامل مش نفسه ما بهمني بهمني أنا مين المتغير أو الحرف لازم يكون متشابه طب الأس نفسه آه هاي أس هو واحد وهي أس هو واحد ممتاز معاتوا بك درجمة ها يلا بك درجمة نمشي على الخطوة التالية دايما حبايبي لما يكون جمع دايما المتغير بنزل زي ما هو يعني ما دخلك فيه X بتشتغل في المعاملات مين المعامل تبع X ثلاث هذا المعامل ومين المعامل تبع ال X هاي خمسة شو فيه بيناتهم موجب يعني جمع يعني ثلاثة زائد خمسة تعطيني ثمانية إذن الجواب ثمانية X زي كأني بحكي ثلاثة تفاحات زيد عليهم خمس تفاحات ثمان تفاحات ثمانية تفاحة نفسها ثمانية X بصير أجمع تفاح مع بوردغان يعني عندي أربع تفاحات خمس بوردغان بحكي تسعة لأ بحكي عندي خمس بوردغانة أربع تفاحات لأنه مش من نفس العيلة مش عيلة تفاح عيلة تفاح عيلة بوردغان طيب كمان واحدة طلع عندي هون ثلاثة X تكعيب وخمسة X تكعيب شو فيه بيناتهم طرح إذن أنا بقصة أو بحالة الجمع والطرح دائما بهمني أطلع الشروط الأحرف نفسها AXX طيب الأس نفسه A أستاذ تكعيب تكعيب ممتاز مدام بينهم طرح إنت الـ X ما بتتدخل فيها لا تقول لي أستاذ مش تجمع الأسس وين ها بتجمع الأسس هذا مش بالجمع والطرح لما يكون طرح بنزل الـ X زي ما هي هاي X وبشتغل طبعا X كاملة بنزلها مع التكعيب يعني بمسك الأساس أو المتغير والأس بنزله زي ما هو يعني الحرف واللي عليه نزله ما دخلك فيه بتشتغل بس على مين إنت على المعاملات 3 ناقص 5 هدول 3 ناقص 5 مختلفات إذن بطرح وإشارة الأكبر سالب 2 إذن جواب النهائي اللي هو سالب 2 X تكعيب فدائما بالجمع والطرح أنت X ما تتدخل فيها شو السؤال اللي بعده طلحوا بيناتهم ميش جمعوا طرح ممتاز حسا بتجمعوا الطرح وقلنوا الساب لازم تجمع اللي من نفس العيلة لازم يكونوا نفس X ونفس الأس في حدا معه طلعا كيف ننصيب نسألة قدام في حدا معه X تكعيب غير الخمسة دور دور A هاي معناته هدول بقدر أجمعهم مع بعض هدول عيلة واحدة ليش لأنه هاي X وهي X هاي تكعيب وهي تكعيب أما هاي ما عليها تكعيب شو في عليها تربية فما بقدر أجمع حدا معها طب الساب هاي شو عمل فيها نزلها ناقص 4X تربية نزلتها زي ما هي قلنا لما يكون بين X جمع دايما بنزل الحرف مع الأس X تكعيب نزلتها ويعطي كلها في خلصنا من X بشتغل على المعاملة خمسة زائد ستة 11 إذن جوابي خمسة X تكعيب وستة X تكعيب تعطيني 11 X تكعيب طب هل بقدر أجمع هدول؟ هسا هدول ناقص حس هل نفس الحرف؟ بس هل هدول نفس العص؟ لا لما يكون بينهم طرح أو جمع إذا مش زي بعض ما بقدر خرصي ده الحل هدا بيكون الحل النهار قرينا نشوف السؤال بعد طيب نشوف هات السؤال بتاع نمسك متغير متغير في حدا معه X تربية غير الثمانية دور دور ما تحكيني ثلاث؟ تاخدها كاملة مع عشارتها سالب ثلاثة X تربية هدول نفس المتغير ونفس العص معتم ما قدر اشتغل فيه قولنا من نزل المتغير والعص زي ما هم X تربية يعطي كلها تخلصنا من X تربية هسا باشتغل في المعاملة هم اللي رح يكون عليهم موضوع التغيير تمانية ناقص ثلاث تمانية ناقص منها ثلاث خمسة شكرا إذا نخلصنا من هدول التنتين نيجي على المتغير اللي بعده في حدا معه N غير الموجب 2 آه أستاذ هي موجب 4N طبعا الناقص تفصل دايما زائد وناقص تفصل يعني هاي زائد 2N زائد 4N نقص واحد هاي اشي لحالها آه أستاذ هاي محا N وهاي محا N حلو قولنا من نزل المتغير زي ما هو N يعطيك العافية خلصنا من N التغيير رح يصير على المعاملات 2 زائد 4 2 زائد 4 موجب 6 لأنه موجب وموجب بنزل الإشارة نفسها وبجمع لما يكونوا متشابهات خلصنا من ال N طب شو ضل عندي ناقص واحد في عدد لحاله ما معه أي متغير غير الواحد لا نزله ناقص واحد يعطيك العافية ليك خلص الحال طب أستاذ ليش ما جمعت 5X تربيع وستة N لأنه المتغيرات مش متشابهة لازم المتغيرات لما بدي أحل تكون شو ما لها؟ متشابهة فنشوفت السؤال يلا نمسك متغير متغير سبعة واي تربيع في حدا معه واي تربيع غير السبعة دور A السالب تسعة قلنا نفس الحرف نفس المتغير نفس الأس بنزل المتغير كامل والأس زي ما هم واي تربيع خلصنا من الواي تربيع التغيير رح يصير على المعامل سبعة ناقص تسعة سبعة ناقص تسعة بطرح وإشارة الأكبر تعطيني السالب الاثنين يعطيك العافي خلصنا منها في حدا معه طلع في حدا معه X غير الاثنين دور دور A هاي طيب الـ X أستاذ هي نفسها ونفس الأس أسها واحد ما عليها أس مش صفر طيب قلنا بالجمع لأنه بينهم جمع وطرح بنزل الـ X زي ما هي يعطيك العافي خلصنا من الـ X يجي الطالب يقولك طب هاي موجب اثنين طب هون ما في معامل شو يعني ما في معامل؟ يعني معاملها قده واحد فبحكي موجب اثنين ناقص واحد بطرح وهي شارتي الأكبر تعطيني موجب واحد طب سؤال بيني وبينك سواء حكيت واحد X أو X بتختلف؟ آه أستاذ هاي لا ما بتختلف كيف بتختلف؟ حبايبي واحد X هي نفسها X ما هي X عبارة عن قديش؟ X قيمتها X واحدة أو كميتها X واحدة هون واحد X أو X تنتين نفس الجواب طب يعني بيأثر لو حطيت واحد X لا بس عشانك يكبر تصور التوجيهي خلص طيب خلصنا من مين إحنا؟ خلصنا هيك من الـ X في رقم لحاله 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 غير الثلاث؟ آه لا نزل موجب ثلاث في حدا معه J غير الثمانية أو G غير الثمانية؟ لا معنى تنزلها ضل هنا إشي متشابهات هاي Y هاي X هاي J ما بقدر أجبها يلتك لها في هذا الحل النهائي آخر سؤال عشان نكون أنهينا موضوع الجميع وتنرح واتك عليهم واجب يلا في حدا معه واي تربية واي تربية غير السالب ثلاث؟ آه هاي هالستة نفس المتغير نفس الأس بنزل Y تربية زي ما هي ولا تدخل فيها طيب بسالب ثلاث وموجب ستة مختلفات بطرح وإشارة الأكبر السالب ثلاثة زائد ستة بطرح وشارة الكبير موجب ثلاث باي باي يعطيك العام طيب في حدا معه X غير الموجب X آه فيه سالب ثلاثة X أستاذ هاي X و هاي X معناته بنزل X زي ما هي طيب دي اشتغل على المعاملات هاي شو معاملها؟ واحد وهي شو معاملها؟ سالب ثلاثة مختلفات موجب واحد و سالب ثلاثة بطرح وإشارة الأكبر تعطيني سالب ثلاثة خلصنا منها ضل شي تاني لا طب بقدر اجمع واي مع X؟ طبعا لا أستاذ مدام بينهم طرحوا جمع لازم يكونوا نفس عيلة الحرب ونفس العسو والله العظيم والله أول حصة راح تكون يعني نفس اللي احنا بنشره شوف أول خمس ست حصة هي تأسيس في المادة ما تمليش في المادة تأسيس هذا يعني أنا قادر أعطيك تأسيس الرياضيات كامل بس ما بلزمك انت بلزمك في أول ست حصة في أول تقريبا درسين في عنا في المادة أول درسين بهموك هادولا الموضيع أو هادول الشغلات في التأسيس فيه انت واجب حطتنكم إياه اختبر نفسك بصفحة 8 بتحت الجمع والطرح ما هتبلش بالضرب القسم ما بلشنا فيه فيه اختبر نفسك أتوقع يمكن خمس أو ست مسائل موجودات اختبر نفسك حلهم يبعتلي إياهم وإذا مش معك نسيت التأسيس يا بتروح المكتبة بجيبها يا بتبعتلي ببعتلك إياها في نهاية هذا الحصة هاي حصة خفيفة وقاربنا قاربنا مش قاربنا يعني ضائل لنا حصة ضربه قسمه حصة تحليل حصة معادلات يعني ضال لنا بالظبط بإذن الله أربع حصص بعدها بتعطيك امتحان تأسيس تشوف حالك انه هل طب أنا عندي المشكلة وين مثلا أكيد ما يعني مش كلك بالله عندها نفس المشكلة ممكن طالب يطلع من الامتحان فن خلص ما عندي مشاكل موري تمام في طالب ممكن يكون عندي أستاذ عندي شوية مشاكل في التحليل طالب عندي مشاكل شوية في حل المعادلات هسا هون انت قلت تعرف وين المشكلة شان ايش لقدام نعرف نعالجها نهاية هاي الحصة يعطيكم ألف عافية والتوقعنا الحصة الجاي السلام عليكم